محمد أبه رجع برنامج إستروجين حس هذا وقت حيا رجع فكرة حلوة لكن أنت زعلت الناس كلهم قالوا أنك بثر وما يتنفع هذاك موافق عادي شوف فهد الشيحة ما رح يطلع في القناة مرة ثانية ليه؟ ما انت فق معاه ترى؟ خلاص الموضوع منت إيه؟ فهد الشيحة ما رح يطلع في القناة مرة ثانية فهد الشيحة مرحب ومعاتكم وأشكر أحمد الشيحان أحمد الشيحان؟ وأشكر أحمد الشيحان وأشكر أحمد الشيحان الشيحان لقييتا السلام عليكم وبركاته كيف حالكم؟ معكم أحمد الشيحان عضو جديد في ترو جيمينج الحين أبدو معاكم أسأل ترو جيمينج دعنا نبدأ بالسؤال أول والآن الأسئلة عندي كثيرة فأنا أريد شمال جوال حتى أقدر شوف الأسئلة السؤال الأول يقول رأيك أن تحول لعبين كود البتلفيلد؟ هذا السؤال من واحد اسمه كي دي بي رأيي من تحول يعني التحول هذا ما جاء من فراء أكيد كود صارت أسوأ مع الأيام وحباننا فعلا صارت سيئة جدا خاصة لما قالوا أننا بنسوي كود بالشكل جديد طلعت ريسايكل حق هيلو فعشان كده الناس يزعلوا وحولوا بات الفيد بات الفيد سوت حاجة رهيبة رجعت للماضي الحرب العالم الأولى سأرى أن هذا الشيء أدى إلى تنقل اللاعبين من هنا وطبعا اللعب وطبعا السفرات أكثر من سبب وصال ثاني من نواف أتنهو قاعد يسأل كيف إنشاء محتوى يرضى جمهير القيمر؟ يعني كيف يستطيع سيئة محتوى في قناة يوتيوب يرضى جمهير القيمر؟ سأرى مقالب سأرى تحديات سأرى تفجير بكتجات مشكلة صعبة أنه يفرقون القيمر يحبون الأشياء هذه يحبون الأشياء الهارت كورية يحبون الأشياء القديمة يعتمد ما هي نوع الجمهور التي تجلبها؟ لكن أهم شيء كلامك يكون واضح يكون لديك نص مكتوب ومرتب يعني ليس بس أنك تطلع من رأسك هذا هو وهذا السؤال من داريس قاعد يقول كم يأخذ منكم الأدت؟ يا قميل أنت أقبل الأدت الأدت يعتمد على ما هي المحتوى يكون أحيانا يأخذ الأدت ساعات أحيانا يأخذ ربع ساعة نص ساعة حسب المحتوى إذا كل المحتوى عادي جدا يعني بس مثلا مثلنا هذه الحقيقة الأسئلة هذه تأخذ تقريبا نص ساعة ساعة بالكثير أنه خلص كشيرين عبارة عن بس قطع وركب بس إذا كان حاجة ثانية أطول لا يأخذ أطول فكلما كل المحتوى أكثر وكلما تضيف أشياء أكثر عليه يأخذ أكثر وهذا سؤال من 12 13 11 ما عرف العدد هذا عرف الأكس 10 10 11 أتوقع 12 12 هل تتوقع رزنت ايفل 7 تكون أقوى ألعاب الرعب في عام 2017 السؤال ليس كذا السؤال ما هي ألعاب الرعب الموجودة في 2017 في ألعاب اندي تنزل مثل الاسم رود هذه المفروض تكون مستوحة من بي تي ونفس الوقت رزنت ايفل 7 برضو مع بي تي يعني الوضع كله واحد يعني صعبة بس أنا شوفني توجه رزنت ايفلها وجوها يعني المنظور الأول توجه صائب لأنه أول شي بيحسك بالرعب اللي انت تشوفه ويغير يعني يغير نوع اللعبه بدلا ما يكون زي صافة جيزبور وصافة رزنت ايفل 7 الفاشل وزي هذي فصعب يعني يقول لك يا أشي توقع أقوى كل لعب قوي ولا لا بس أتوقع بتكون شي رهيب وهذا السؤال من بدل بدل هذا السؤال من بدل الغيثي الغيثي يمكن ثلاث شركات ومن تتوقعون أنها سيكون الأول أول شي يا بدر أنت وشركات تقول لها يعني مايكروسوفت و سوني و نتندو نتندو ما لها نتندو أصلا يعني ما تاخدها داخل السوق عساس تنافس نتندو يعني ما تحط اللي تبعه وينباه ما فيها مشكلة لكن التنافس بين سوني و مايكروسوفت رح يكون بين سكوربيو ويبكي البرو ويبكي البرو البرو نزل صراحة فايك اللي عرفنا الفرق بينهم حسب المعلومات 2 تيرا فلوب أو شيئا فهذا التنافس سيكون نتندو مايكروسوفت نتندو مايكروسوفت نتندو و هذا السؤال الأخير معنا من محمد جيمي جونيور اسم مركب مايكروسوفت يقول لك ايش أكثر لعبة تراها خايسة اوكي يعني قصة ايش أكثر لعبة بالنسبة لي تكون خايسة يعني يقول لي هل أنت بي سي جيمير او كونسول جيمير او او اذا كنت تشوف اكثر لعبة خايسة بالنسبة لي انا هناك فيديو سويته بحط الرابط يا هنا يا هنا واحد من هنا هذا السطر بحط لك يا هنا فيه بتشوف ضط الرابط هذا رايح يديك الفيديو سويته اسمه خمسة العاب مخيسة هناك بتشوف السؤال الألعاب وأول واحدة بتكون أخر واحدة فبتشوف الشخص هي بالنسبة لي بالنسبة لي هل أنت بي سي جيمير او كونسول أنا عندي الاثنين هذا أولا ثانيا سافت كونسول بي سي كونسول هذي أول كانت الآن خلاص اللعاب الكونسول تنزل على البي سي بس اللعاب الحصرية تنزل على الكونسول يعني صراحة السؤال هذا الصغر بالنسبة لي يسألونها أنا الاثنين العاب بي سي والعاب كونسول وهذه كانت حلقتنا للأسئلة اللي موجودة عندنا جتنا أسئلة أكثر بس الوقت ما أصدفنا إن شاء الله لك لا تخفوا الأسئلة هذه إن شاء الله بنحطها في الحلقة الجاية وتقدرون بعد تحطون أسئلتكم من الحين حق الحلقة الجاية هذه السؤالة إن شاء الله بتكون كل أسبوع بإذن الله نسويها نفس اليوم فأكتبوا أسئلتكم على الهاشتاغ هاشتاغ 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 أكتبوا أسئلتكم إن شاء الله بحطها في الحلقة الجاية اللي هي الأسبوع القادم كان معكم فهد كان معكم أحمد الشيحان أراكم مرة ثانية مع السلام